هذا سائل يقول هناك طوائف تحرج على الأتباع تدبر القرآن وقراءة الكتب لأنهم يقولون الشرائع لها ظاهر وباطل فما حكم قولهم منهم؟ يقول هناك طوائف تحرج على الأتباع طوائف؟ نعم تحرج على الأتباع تدبر القرآن وقراءة الكتب لأنهم يقولون هذه طوائف ضالة التي تمنع قراءة الكتاب والسنة وعقيدة السلف الصالح هذه طوائف ضالة لا تطيعوها ولا تعملوا عندها فيه ناس يحرقون يحرقون كتب العقيدة ولو يقدرون على تحريط القرآن لحرقوه أنهم يقولون هذا أنه يأخذ الناس عنا وأنه إلى شبهات إبليسية يتركوهم وطلبوا عمل عند غيرهم